الحمد لله الحمد لله على ما هدا وأهدا وأسعد سبحانه وتعالى وأعطى فضله سبحانه وتعالى مترار بالليل والنهار يعطي ما شاء لمن شاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هذا الحول وهذا المجلس المبارك بل المجالس المتوالية المتتالية في هذا المكان المبارك وفي بلدة سيون وفي غيرها من البلدان إنما هي من أيام الله سبحانه وتعالى وأيام المولى سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى أن يتجدد ذكرها فقال سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله لأن في هذه الأيام التي هي أيام الله سبحانه وتعالى يكون فيها الذكرى والذكرى هذه يتذكر من كتب الله سبحانه وتعالى له أن يكون له اهتداء ويكون له اكتداء وذلك من الله سبحانه وتعالى موهبة وعطاء لمن سبق له في سالف الأزل أن يكون في ذلك المحل الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكافأه الكفاءة الحسن على ما قدم وعلى ما أعطاء وعلى ما بذل وعلى ما حمل من هم الأمة كان في عصره عدد من التجار وكان عدد من الحكام وقد أفضوا إلى ما قدموا ولم يصبح يذكرهم أحد إلا النزر اليسير عندما تات المناسبات ولكن الحبيب علي حبشي وقد مضى له قرن وديف ما زال ذكره يلمع وما زال المولى سبحانه وتعالى بمكتوباته وبوصاياه وبمولده وبتوجهاته ودعواته ينفع الله سبحانه وتعالى وهذا نفع دائم مستمر يعود على كل من انتسب إليه بالطلب أو بالنسب وفضل المولى سبحانه وتعالى إذا توجه إلى عبد من العبيد أعلاه وأدناه منه سبحانه وتعالى بسبب صدق توجهه إلى المولى سبحانه وتعالى يقول المولى في الهديث القدسي عن الله إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وبركت إلى نهايةها فعلى الإنسان أن يتمعن وأن يخرج من هذه الأماكن مزودا بالزاد الذي ينفعه في حاله وعياله وماله وفي جميع ما يكون له به تعلق هذه المجالس المباركة التي تنادى الناس لها من أمكنة متعددة ما أسبابها ما الداعي لها ما بواعثها هل يأخذ الناس مالا من أجل أن يحصلوا إلى هذه المجالس هل هناك مرتبات من المال تعطى لكل من يحافظ على هذه المجالس الناس يبذلون ويتعبون وينالهم المشقة ويجلسون في الشوارع ويضعيسون في هذه الشوارع ساعات ويلاحظون ما كان قد وقى عليهم من جهد ومشقة لكنهم يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى وكم منهم من كان صالحا وكم منهم من كان وليا للمولى سبحانه وتعالى لا يعرف عند الناس ولكنه عظيم عند المولى سبحانه وتعالى وكم أضاع الناس من مسكين قد التواب صفوة اليقين وهان بين الناس ذو طمرين وهو لدى الحق عظيم عالي سمعنا في هذه الجلسات التي مرت وفي هذا المجلس المبارك مكاتبات الحبيب علي حبشي ووصايا الحبيب علي حبشي ومكاتبات بعض تلاميذه وأقرانيه له وفيها العلوم الواسعة وفيها التوجيهات النافعة وفيها ما لو سار عليه المجتمع لصلح الناس كلهم هؤلاء القوم الذين حملوا هم الأمة فأنا لهم المولى سبحانه وتعالى المقام العظيم وهذا المقام الذي هو في هذه الدنيا إنما هو إشارات وإنما هو أمور بسيطة لا تذكر كما هو حال الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول في حال الدنيا قل متاع الدنيا قليل وهو قليل وقليل مهما كان عند الإنسان من هذا القليل لا يدوم معه ولا يبقى معه لو تأكلوا أكل الإنسان أكلا جميلا يحبه ويتذوقه ويعشقه إذا تجاوز لسانه وفمه ذهبت تلك المتعة لأن الله يقول يقول متاع الدنيا قليل أما هذا الميراث أما هذا الإرث العظيم أما هذا الكنز الذي لا يفنع هو الاتصال بالمولى سبحانه وتعالى وإقامته شرعه سبحانه وتعالى سمعنا في وصيته لصاحبه أحمد مكان الكلام الذي فيه التأسيس التأسيس الذي تبنى عليه شائدات المبائن وعظيم القصور يحظه على توحيد المولى سبحانه وتعالى وعلى أنه لا ينظر إلى شيء من هذه الدنيا بأن أحدا قد قدمها له أو كان ذلك الشخص الذي وصلت إليه هذه النعمة إنما هو موجدها إنما الموجد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يخلق وهو الذي يوجد من العدم سبحانه وتعالى التوحيد وتمام التوحيد لله سبحانه وتعالى إنما وجد عند هؤلاء القوم عند أهل التصوف الذين لا ينظرون إلى شيء سوى المولى سبحانه وتعالى فهو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع وبيده سبحانه وتعالى كل شيء هذا التوحيد الذي حققوه والذي دققوا في أدق مسائله لا يتعلق الإنسان فيه بشيء سوى المولى سبحانه وتعالى قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وقدس الله روحا قال في كلمتين قال كلمتين تثبت علاقة العبد بربه وتثبت علاقة الناس بعضهم ببعض قال كن مع الحق بلا خلق كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس هذا الكلام الذي سمعناه مفصلا أمس في كلام الحبيب علي حبشي رضي الله تعالى عنه وفي كلام الحبيب محمد بن عيد الروس في مكاتباته للحبيب علي كلها تدور حول هذه المسائل وكلها تدور حول هذه المفاهيم يتعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويكون له اتصالا بالمولى سبحانه وتعالى في أحواله كلها عاداته وعباداته جبليات التي يكون الإنسان مفطورا عليها لكنها مرتبطة بالمولى سبحانه وتعالى بالتعدب بأحكام الشريعة التي هي مستوحاة من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن كلام الأئمة وأفعالهم التي قامت عليهم وصلوا إلى المولى سبحانه وتعالى وعرفوا المولى سبحانه وتعالى فجعلت لهم هذه المعرفة أنهم أشفقوا على خلق الله ورحموا خلق الله وتقربوا إلى الله بإيصال النفع إلى الناس لأنهم عبيد للمولى سبحانه وتعالى والعبودية للمولى كما سمعنا هي أرقى الدرجات التي يكون الإنسان متصرا بالله سبحانه وتعالى أن يشهد أنه عبد لله وإذا دكرت العبودية لله سبحانه وتعالى عند الذين تذوقوا معانيها يتغير تتغيروا أحوالهم ويشعرون بذلك الفخر العظيم الذي هو نسبتهم إلى المولى سبحانه وتعالى حين قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه العبودية مرة من المرات في سيئون الحبيب عبد القادر بن محمد الصقاف صاحب قيدون قال له الحبيب علي أعظ الناس وتكلم ثم تكلم الحبيب عبد القادر باللسان عادي باللسان أن يفهمه عامة الناس فقال أركان العبيد اثنين أركان العبيد اثنين أول شيء أن يعرف أنه عبد لله فصاحب الحبيب علي قال نعم هذا مقام العبودية لله سبحانه وتعالى وتكلم عن العبودية وتكلم على العبادة وتكلم على العبودة بما كان في ذلك الزمان مطلبا للناس آخذا بيدهم إلى المولى سبحانه وتعالى هذه المجالس يحتاج الناس إليها في هذه الأزمان نحتاج إلى أن نكررها وأن نكثر منها لأن بها يكون الأمن الفكري الأمن الفكري لأولادنا ولأنفسنا ولبناتنا ولأبنائنا لا سيما في هذا العصر الذي تكالب أعداء الإسلام على المسلمين وكان لهم من التختيث ما نري الله سبحانه وتعالى أن يشتده وما نري أن يطلع عليه الناس وأن يعرفوا لكن ينبغي لنا أن نعمل وأن نأخذ بالأسباب وإن كانت الأسباب هي التي لا يعتمد عليها إنما يعتمد على المسبب والمولى أمر بذلك وأخبر بذلك أن الأسباب ينبغي أن تُوخذ في الاعتبار قال في سورة الكهف وكضرها ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا هذه المجالس التي نستفيد منها ينبغي أن نحذر أولادنا وأن نسمع أولادنا وأن نأخذ هذه الوسائل كما فعل الحبائب حفظهم الله تعالى بإيصالها إلى البيوت عن طريق هذه الوسائل هذا يكون فيه نفع غرص يثمر إن شاء الله تعالى عمل مبارك يكون فيه نفع وانتفاع ويكون بذلك الارتفاع إلى أعلى يفاع فضل من الله سبحانه وتعالى لكن الأمور ينبغي أن يكون للإنسان بها معرفة وأن يكون بها عند الإنسان حذر حتى لا يقع فيما يكون غد رغبا وخطط له أعداء الإسلام لا سيم الشباب لا سيم الشابات ينبغي أن نعرف ماذا يدور حولهم مما يقصد والعياذ بالله بإفسادهم وبانحرافهم وتنكوبهم عن الطريق هذه المجالس هي التي توجه الناس ويكون بهذا التوقيه الوصول إلى الغالات والغايات العالية الغايات التي نشدها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها والسعي إليها جزاكم الله وأفضل الجزاء وكافأكم أفضل الكفاء والحبيب حسن وإخوانه وأولادهم وجماعتهم والمساعدين معهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم كرامة عظيمة ومما يبهج ومما يفرح أن أعقاب الحبيب علي هم الذين يشاركون بالكلمات الطيبة وأن العلم وأن العلم يظهر في كلماتهم وهم معاقد الأمل إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يزيدهم علما وأن يزيدهم فهما وأن ينفع بهم نفعا جما كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى أمة النبي محمد ويصلح أمة النبي محمد وينصر أمة النبي محمد ويؤلف بين أمة النبي محمد ويجعلنا متحابين متعاونين على كل ما يرضي رب العالمين ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين للمضطهدين والمقفولين والمظلومين لا سيما في فلسطين وفي كل بلاد من بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أكرمنا بما أكرمت بالخيرة من عبادك الصالحين واجعلنا من ملكت بيت وهديت ووعيت يا رب العالمين وأكرمتنا بما أكرمت به الخيرة وملأت قلوبنا محبة لهم يا رب العالمين صلى الله وسلم عن النبي الأمين وعلى الطيبين أعفوكم سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 وذكرهم بأيام الله untuk mengingatkan manusia akan hari-harinya Allah SWT mengenang hari-hari anugerah yang Allah SWT berikan kepada para kekasihnya kepada para nabinya kepada para walinya mengenang anugerah hidayat yang Allah SWT mengenang orang-orang yang menempuh jalan hidayat dari Allah SWT dan jalan kebaikan Alhamdulillah Allah SWT menulis dari takdir kita dalam tulisan Allah yang terdahulu menghadirkan kita di tempat yang semacam ini menyimak, mendengar dan menerima anugerah dan ampunan dari Allah SWT dan ketahuilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di zaman beliau ini hal yang ke-113 tahun di zaman beliau banyak hartawan ada orang-orang kaya tidak sedikit banyak orang-orang kaya hartawan banyak orang-orang yang bertahta yang punya kedudukan akan tetapi dari semua hartawan orang-orang kaya saudagar pejabat raja-raja yang ada di dunia di zaman tersebut tidak ada yang dikenang tidak ada yang disebut kecuali sedikit dari mereka beda dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi 113 tahun lihat kumpulan yang semacam ini perayaan beliau bukan hanya di Solo di Hazramaut di Afrika di mana-mana tempat mengenang daripada ini adalah sebuah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya bagaimana wasiat beliau terus dibaca nasihat beliau terus dikumandangkan syair-syair beliau dan simtud durar maulid beliau masya Allah senantiasa menyebar bukan cuma di Hazramaut ataupun di Solo ataupun di Indonesia tetapi di seluruh dunia menyebar daripada ilmu dan akhlaknya beliau ini ketahui lah ini anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya aku adalah Allah apabila aku ditaati aku ridho apabila aku ridho aku berikan berkah dan apabila aku memberikan berkah keberkahanku tiada akhirnya bukan keberkahan Allah bukan berakhir setahun terus habis dua tahun habis 10-20 tahun terus habislah 113 tahun sampai sekarang masih berlanjut keberkahan dari Allah Ta'ala dan gak ada akhir daripada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih kekasih orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak wali-wali yang tersembunyi di antara manusia orang gak kenal dia padahal dia telah meminum daripada minuman tauhid anugrah ma'rifah pengenalan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dianggap remeh dikhalayak dihadapan masyarakat padahal dia agung dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat dia Allah Ta'ala angkat bala dan musibah dan bencana dari umat manusia ini dan berapa banyak nasihat yang kita dengar di majlis ini mulai dari roha kemarin dibacakan kalamnya para ulama nasihat para ulama bimbingan para ulama dan juga gosida yang dibacakan yang penuh dengan hikmah ini adalah keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di majlis yang mulia ini dan ketahuilah bahwasannya dunia dunia yang kita ada di dalamnya ini di dalamnya ada pernak pernik dan orang yang sibuk dengan pernak pernik dunia ini banyak tapi asal tahu saja bahwasannya gulmata dunia galil pernak pernik duniawi aksesoris duniawi semua yang ada di dunia ini itu adalah hal yang kecil hal yang recehan sungguh rugi orang yang merasa puas hanya dengan recehan saja segala tahtanya segala hartanya segala kedudukannya segala popularitas semua itu adalah recehan pernak pernik yang kecil aksesoris yang kecil sungguh rugi orang yang merasa puas merasa cukup merasa riba merasa gembira merasa bangga dengan hal yang recehan tersebut akan tetapi ketahuilah yang agung dari dunia ini adalah hubungan kita kepada Allah hubungan kita kepada Rasulullah hubungan kita melalui mereka para awliya para salihin yang menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa'ali wa sahabu salam warisannya mereka apa yang didapat para salaf tersebut para wali-wali warisan yang mereka dapat bukan uang bukan harta warisan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala hubungan mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa'ali wa'ali wa sahabu salam dalam khusyuk mereka dalam cita rasa mereka di dalam ketaguan dan istigamah mereka dan kita mendengarkan dari ucapan-ucapan mereka yang menggetarkan hati yang menggetarkan jiwa yang memanggil kita untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengabdian secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab mereka para kekasih-kekasihnya Allah mereka tidak menatap apapun yang mereka lihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak melihat apapun daripada apa-apa yang ada di dunia ini yang mereka saksikan yang mereka ingat yang mereka sebut yang mereka agungkan adalah Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatu itu al-imam Syekh Abdul Gadir al-Jailani beliau mengatakan di dalam cara membangun hubungan kita kepada Allah dan membangun hubungan kita kepada makhluknya Allah ta'ala ada dua cara membangun hubungan kita kepada Allah membangun hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah Syekh Abdul Gadir al-Jailani yang ini merupakan rangkuman ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para wali-wali lainnya dari para salihin semuanya pun berucap dengan ucapan dan irama yang sama mereka mengatakan bahwasannya jadilah kamu bersama Allah saat kamu bermuamalah bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk sama sekali jangan pedulikan makhluk sama sekali di dalam kamu menjalin hubunganmu kepada Allah bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk jangan anggap makhluk apapun juga bersikaplah kepada Allah seolah-olah tidak ada apapun kecuali Allah dan saat kamu bersikap kepada makhluk bermuamalah kepada makhluk seolah-olah tidak ada nafsu hilangkan nafsumu injak nafsumu lupakan nafsumu dia mau rugi seolah-olah tidak ada dia tetapi kita menjalankan hak orang lain dengan sebenar-benarnya ketika kita bersikap dan bermuamalah kepada makhluk lain adalah seputar hal ini di dalam hubungan kepada Allah dan hubungan kepada hamba-hamba Allah tugas kita adalah menjalankan daripada hukum-hukum syariatnya Allah yang disebarkan oleh para ulama para pewaris-pewaris tersebut baik dari kalam yang bersumber dari kalam Allah dari sabda Rasulullah nasihat para ahli yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki rahmat yang besar kepada semua makhluk-makhluk Allah dan mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya nafasnya untuk Allah dan pengabdian kepada Allah adalah magam yang paling tinggi magam yang paling tinggi di sisi Allah adalah magam pengabdian kepada Allah dan mereka abdinya Allah orang yang merasa kalau dirinya adalah budaknya Allah pelayannya Allah mereka adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah dari jebakan syautan dari bisikan syautan dari perangkap syautan dari arahan-arahan syautan yang bujuk rayunya syautan waliyad bila min dhalik inna ibadilai salaka alihim sultan hambaku abdiku budakku pelayanku kamu gak punya kuasa kepada mereka kamu gak bisa mempengaruhi mereka baik dengan ucapanmu dengan segala hal bujuk rayumu yang ingin membuat mereka tergiur mereka gak tergiur gak terbawa bahkan gak terpesona dengan apapun yang dibawa oleh syautan tersebut kenapa? sebab mereka abdinya Allah subhanahu wa ta'ala hambanya Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang hobi mereka kesukaan mereka kekaguman mereka habis untuk Allah subhanahu wa ta'ala gak tersisa lagi kekaguman buat yang lain atau rasa terpesona kepada hal apapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah dulu di majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi di Zewun ada seorang ulama besar Al-Wali Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad al-Segaf yang berasal dari Ghaidun itu saat itu saat hadir majlisnya Al-Habib Ali Al-Habib Ali minta kepada beliau yuk bicara ceramah sedikit maka beliau pun berbicara bahwasannya beliau menyebutkan rukun daripada pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah fondasi dari pengabdian kepada Allah fondasi daripada ibadat bahwasannya seorang hamba menyadari kalau dirinya adalah budak budaknya Allah pelayannya Allah dan Allah adalah majikannya dan bagaimana sikap budak kepada majikan itu orang yang memposisikan bagaimana ulama mengatakan orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi seorang budak di hadapan majikannya maka gak bakalan luput kebaikan apapun dari orang yang semacam ini gak bakalan luput segala kemuliaan dari orang yang merasa dirinya adalah budak dan pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala nah karenanya itu hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita membimbing anak-anak kita mengenalkan kepada anak-anak kita ilmu yang semacam ini majelis yang semacam ini sebab ini yang akan memberikan pengamanan kepada mereka membentengi mengamankan fikiran mereka mengamankan akhlaknya mereka mengamankan moralnya mereka mengamankan pergaulan mereka di tengah anak-anak kita keluarga kita kaum wanita kita terutama di zaman yang semacam ini zaman fitnah zaman bencana zaman dimana segala macam pendapat berseliwaran diantara kita diantara umat ini dan tugas kita adalah kita hadir di majelis ini kita berharap kita berdoa tetapi juga kita berupaya berusaha dengan mendidik keluarga kita dengan didikan yang benar dan apa yang disebarkan jangan cuma yang disebarkan di dalam rumah-rumah kita hanya siaran-siaran keburukan siaran riba siaran namima siaran yang mengajak kepada kemungkaran perzinaan dan semacamnya dari apa yang ada di media sosial ataupun juga apa yang ada di handphone yang mana semuanya ini tidak membawa apa-apa kecuali kerusakan mengajarkan kerusakan kalau kita pasrahkan pendidikan anak-anak kita tidak kita didik mereka dengan benar kita pasrahkan begitu saja biar mengalir begitu saja ini handphone ataupun juga media sosial membawa hanya kesialan membawa keburukan di tengah-tengah anak-anak kita terutama para kaum pemuda nah karenanya itu sebarkan kebaikan sebarkan ilmunya Rasulullah sebarkan kecintaan dan hubungan yang menghubungkan mereka mengkoneksikan mereka terhubung kepada Allah kepada Nabi Muhammad kepada para awliya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di majlis ini terutama mereka yang telah mengadakan majlis yang semacam ini dengan segala upaya jeripaya mereka membantu terwujudnya majlis yang semacam ini wabil khusus Al-Habib Hassan bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habshi dan juga segenap saudara-saudara beliau Al-Habib Ahmad dan juga semua anak-anak beliau dan cucu-cucu mereka semuanya Allah berikan berkadan kita semua yang hadir tempat ini Al-Habib Omar bin Hamid beliau bilang tau gak diantara hal yang menyenangkan saya saya hadir di majlis ini diantara hal yang paling menyenangkan saya saya menyaksikan bahwasannya yang turut berperan di dalam memberikan penyampaian di dalam menyampaikan keilmuan adalah orang-orang yang bukan orang lain tetapi dari cucunya Habib Ali sendiri yang dari apa yang saya dengar apa yang saya simak nampak dari ujaran mereka dan dari bacaan mereka sesuatu yang keilmuan yang terpendam di dalam hati mereka gak diragukan ini yang mengembirakan hatinya Habib Ali ini yang mengembirakan hatinya Habib Ali yang mengembirakan hatinya Habib Anies yang mengembirakan hati mereka ketika kita mengemban daripada ilmu dan dakwahnya mereka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita memperbaiki keadaan umat memberikan pertolongan kepada umat terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestine dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagaimana Allah ta'ala memuliakan salaf kita memuliakan para awliya wassalihin menganugerahkan kepada kita apa yang Allah ta'ala anugerahkan kepada mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan mereka dan juga Allah ta'ala muliakan kita dengan mencintai mereka dan mencintai orang yang mencintai mereka amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alayhi wa sallam akhir da'awana anil hamdulillah rabbil alamin wa lahaf selamat mencintai selamat mencintai